يمكن أن تعرف أغلب مشاهدينا مش بتوع كنايس فيمكن مرات لما بيسمعوا كلمات معينة أو سفر معين ما عندهم مش أي فكرة فلو بتعطينا بس هيك تلخيص عام أو فكرة عن حجة والرسالة حتى نبتدي في الموضوع حاضر حتدي من بدري شوية يعني مملكة إسرائيل الكبيرة اللي هي كان 12 سبت أيام الملك داود وأيام الملك سليمان في عهد الملك رحب عام ابن سليمان انقسمت المملكة الكبيرة إلى قسمين عشر أصباط مملكة شمالية سموا نفسهم مملكة إسرائيل وكانت عاصمتها السامرة ومملكة جنوبية كانت بتضم سبتين يهوزة وبين يمين وسموا نفسهم مملكة يهوزة كل الملوك اللي ملكوا على المملكة الشمالية ملوك أشرار تسع عائلات بتسعتاشر ملك كلهم أشرار بسبب شر المملكة الشمالية ربنا أرسل عليهم السبي الأشوري والغات النهاردة لسه ما رجعوش وحتى تأكيد يعني على علمه بالقصة دي السبي كمان المملكة الجنوبية اللي فيها الهيكل بتعربنا واللي ملكوا عليها سلسلة نسب الملك داود كان فيه منهم ملوك أطقياء وفيه منهم ملوك أشرار حتى هذه المملكة انحرفت وبعدت عن الرب فالرب أرسل عليهم السبي البابلي نبو خز نصر اللي دمر الهيكل نحن موضوعنا النهاردة بناء البيت الجديد اللي هو الهيكل المدمر وأخذهم للسبي اللي كان على سلسلة مراحل لكن ربنا وعد عن طريق الأنبياء ولا سيامة النبي أرمية أن هذا السبي البابلي مش هيستمر للأبد هيستمر فقط لمدة سبعين سنة وفعلا باليوم والشهر والسنة بعد سبعين سنة انتهت مملكة بابل وجات مملكة مادي وفارس وجهه واحد اسمه كورش الفارسي كلام ده مكتوب جدا في سفرة عزرة أطلق نداء وقال اللي عايز يرجع عشان يبني بيت الإله العظيم يتفضل يرجع فرجعوا واحد اسمه زارو بابل ابن شقل تقيل ومعه واحد اسمه يهوشع ابن يهو صادق الكاهن العظيم ومعهم حوالي خمسين ألف واحد ويبتدوا يبنوا الهيكل لكن شهر في شهر سنة في سنة انت عارف حضرتك الإنسان يبدأ متحمس وبعدين يضعف ويتراجع انشغل الشعب ببناء بيوتهم الخاصة وتركوا بناء بيت الرب أعداء الرب بعتوا شكوى لملك شرير اسمه أرطح شستة فأمر الملك أرطح شستة بإيقاف بناء المدينة لما تقراه في عزرة أربعة لم يقم بإرسال رسالة لإيقاف بناء البيت هو قال المدينة أرشليم ما تتبنيش فتوقف الشعب عن بناء الهيكل واستمروا في بناء بيوتهم الخاصة اللي هي المدينة وحجتهم لماذا تبنيوا الهيكل الحكومة الملك لازم نضيع الملك يا جماعة السبب الرئيسي اللي سيقولوا حقي بعد شوية هو انشغالكم ببناء بيوتكم الخاصة فلما انشغلوا ببناء بيوتهم الخاصة وسابوا اللي تبنى حتى اللي تبنى انهدم فتلاقي زروبابل ابن شقل تقيل محبط وتلاقي يهوشع بن يوصادق الكهن العظيم يائس وتلاقي الشعب في حالة ضعف وفي حالة خوار وفي حالة انشغال بأمورهم الخاصة تاركين أمور الرب وبيت الرب طب يا رب انت حتسيب الشعب في هذه الحالة حتسيب زروبابل محبط والكاهن العظيم يهوشع بن يوصادق محبط لا حبعت لهم اتنين من الانبياء يشجعهم يشجعوا زروبابل ويشجعوا يهوشع ويشجعوا الشعب عشان يعودوا مرة أخرى لبناء البيت عشان كده العلواني لحضرتك قلته بناء البيت الجديد فربنا بعد حجي وبعد زكري فاحنا النهاردة بصدد نبوة حجي اللي مكونة من أصحاحين بخمس رسائل نبوية لكن تشمل سبع رسائل روحية لكل واحد فينا علشان يعود زروبابل يتشجع ويعود يهوشع بن يوصادق الكاهن العظيم يتشجع ويعود الشعب مرة أخرى لبناء البيت اشتركوا في القناة